وبإقليم تازع عن مسجدات الحريق الغابوي المسجل على مستوى غابة باب الظهر جمعت صميع دائرة تهلة ذكرت السلطات المحلية أن النيران أتت إلى حد الآن على ما ينهز أربعمائة اكتار دون تسجيل خسائر بشرية وأدفت المصادر ذاتها أنه تم تأمين إصعاف ونقل أربعمائة وعشرين شخصا ينتمون إلى ثمانية دواوير بعيدا عن أماكن الحرائق حفاظا على سلامتهم